إلى شرق البلاد حيث تفاقم الوضع في منطقة عملية مكافحة الإرهاب نتيجة تجاهل الانفصالين والمسلحين الروس لاتفاقية وقف إطلاق النار وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت في أن المسلحين الروس قاموا بأكثر من خمسين هجوما أدت إلى إصابة خمسة جنود أوكرانيين بجروح متفاوتة أسخن النقاط على الجبهة تبقى في بلدتي بابلابولي وشيروكنا الواقعتين في اتجاه مدينة ماريونبول الاستراتيجية وفقا لما ذكر الجيش الأوكراني فإن الانفصاليين استخدموا الأسلحة الرشاشة في هجوم تعرضت له بلدة هنوتوفو كما تبقى مدينة أو بلدة مارينكا واحدة من نقاط التوتر الرئيسية في إقليم الدنباس بالقرب من مارينكا حدث اشتباك مع مجموعة من المسلحين الانفصاليين حاولوا الاقتراب من مواقعنا اكتشفنا حركة مريبة لهذه المجموعة قائد اللواء ونظرا للتهديد المباشر لحياة وصحة الجنود اتخذ قرارا باستخدام السلاح وصد هذا الهجوم ما أدى إلى انسحابها